دي لين دي؟ أمور بس دمه بيفور أنثى شارسة قوي وده عم الدكتور اخترع لها جهاز موصل عصبي كده تلبسه على جسمها ولما تغضب تكهرب نفسها الحكاية دي بدأت معاها من صغرها في عيد ميلادها أو مع جلب تعكسها أو في أي موقف ينرفزها عم الدكتور قال لها أنا عندي فكرة هتخليك تخفي هو أنك تدخلي علاقة غرامية وتحبي كده وتتخطفي عملت أكاونت على تطبيق تعرف وشقته لأ وقامت مرتبة مقابلة مع شاب اسمه جاستن كده بيشتغل محاسب وشيك كده ببدلة أول مرة حتلو قالتلو هو أنت جاستن من تطبيق شقته لأ قال لها آه أنا قالتلو طيب أنا أسفى أنا ضفتك بالغلط باي باي بقى مع السلامة جاستن قال لها استني بس يا نيسة ليندي وفيها إيه لو كان مننا تعرف بالغلط وقعدنا ناخد وندي ليندي قالتلو المشكلة فيي أنا شخصية مش اجتماعية وبخاف على كل اللي حوالايا لإني أوقات كتير ببقى مؤزية وقامت ثابته هتمشي خلاص قابلت البيت الويتر وقالت لهم المكان هنا قابل زقون لي فجاستن بيصعب على ليندي فبتقعد وتطلب ربع فارخة ماندي جاستن بقى طلب وجبة سمك جزل كده مع شوية رز البيت الويتر غلست عليه وقالتلو الجزل هيتأخر على ما زيتي يسخن والطلب ممكن ياخد ساعتين فقال لها طب ممكن أطلب قطعتين في ليه بدون صوص عشان عندي حساسية قالتلو دي سياسة المطعم وماقدرش أعدل في الطلب يعني ليندي بدأ دمها يفور ومسكت السجينة ونفسها تقوم تقطع البيت دي وتعملها شاورمة ليندي عجبها نجاستن جنتل وعاوز يعدي المقابلة على خير قالتلو هاستأذنك اروح التولد وقفت تبص نفسها في المراية وتقول شكله الوادي بن ناس وممكن يزبط معي بالصدفة تسمع البيت الويتر بتكلم واحدة صاحبتها في التليفون وتقول لها أنا لسه مرخمة على زبون ليندي فضلت تقهرب نفسها عشان ترحم البيت من شرها ليندي بقى قالت ما بدهاش كسرت عليها باب الحمام وعجنتها ببعضها بدون أي اندهاش وخرجت وثابت المطعم وقالت في نفسها موضوع الحب والارتباط ده فاكس رحت لعم الدكتور ودخلت عليه قال لها إثباتي مكانك يعني وخدي الكلبشات دية اربطي نفسك وحكيلي الموضوع شوية شوية انت ايه أكتر حاجة بتلاقي شغفك فيها وبتخليك مبسور قالت له بحب أصور الناس بموبايلي وانبسط بالصور وصلها لحد باب شقتها اللي مكتوب عليها ناين بس الموضوع شكله كده قلب سيكستي ناين والليلة بقت فلت عالي شبه ليلة الفالنتاين صاحة الصبح لقيت جاستين جايب لها فطار وشاري لها كاميرا هدية وقال لها هنزل الشغل ونتقابل بالليل نتعشى سيفو حست بالحماس قوي وانا أخيرا لقيت حدي حبها وتحبه وطلعت على عم الدكتور قال لها إثبت مكانك يا عم الأمور قالت له يا دكتور الحب الحب الشوء الشوء بلوبيف بلوبيف الواد حبني وقال لي جمالك هبشني وانا خفيت خلاص يا دكتور قال لها حيلك حيلك خفتي من الليلة واحدة هو مين ده اللي حبتيه قالت له جاستين المحاسب اللي اتعرفت عليه وجاب لي كاميرا هدية الواد وسيم ومفتول العضلات كده فتودع الدكتور وتبصه في راسه وتقوله سلام عشان النهار ده أسعد يوم في حياتي I'm so excited بتطلع تعمل سيشن ستريت فوتوجرافي كده وترجع تجهز نفسها عشان تقضي الناية مع جاستين لكنها فضلت تتصل بي وتليفونه مغلق ومعرفتش توصله وبعد اتصالات كتير بيرد عليها واحد وبيقول لها أنه ضابط شرطة وبيقول لها ممكن تشرفينها في الاسم وعرفت كل حاجة وتروح تقابل الزابط وزملته الرائد نيفين السامرة دي اللي صوتها شبه رجالة كده بيقول لها أن جاستين اتقتل وأنهم بيحققوا في القضية وأكيد هيوصلوا للي قتلوا بعدها بتكرر ليندي إنها تلاقي اللي قتل جاستين بأي طريقة دي ما صدقت لقيت حد يحبها بعد سنين عذاب بتصلت بالزابط ورتبت معامي عاد وهمي وراحت على الاسم قلبت الأدلة الجنائية بتاعت جاستين وأخد التليفونه بس الرائد نيفين كانت وصلت وحاولت تقبض عليها وليندي قدرت تهرب منهم ليندي بعد كده بتروح محل شبه كرفور المعادي بتقابل السيلز بتوع قسم الإلكترونيكس وتسألهم شباب فيكمش حد هاكر بياخدوها القسم السيانة تقابل بنت هاكر كده صغيرة مكيرة بيتفيرة المهم اختركت موبايل جاستين وقالت لها على آخر حد يكلمه واختركت لها بالمرة بيانات الـ FBI وجابت لها بيانات الراجل وقالت لها انه تاجر سلاح تقيل من البطنية قامت ليندي خادت في وشها وطلعت على البطنية لتاجر السلاح مباشرة لقيته قاعد كده في رهان مصرعة دخلت عليه وسط الحلبة وقالت له بقولك ايه انا كنت معجبة بجاستين اللي انت اتصلت بيه قبل ما يتقاتل يبقى انت اللي قتلته قال لها مش انا اللي قتلته ومعرفش مين اللي قتلوا ويالا امشي يا شطرة ارمي بالاكي على حد غيري قامت قالت له ايه رأيك لو صارعت اكبر فحل من الرجالة بتوعك وشارمته قدامك ها هتقولي مين اللي قتل المز بتاعي قال لها لو شقلبت التلاتة الشخوطة دول مع بعض مرة واحدة هقولك مين اللي قتل الواد بتاعك فقال اندي طبعا ما تتوساش زبطت الفولت وركزت على المصلحة بتاعت الرجالة ودمرت مستقبلهم وخرجت مع صاحبنا في عربية واجواء تجار سلاح كده تحت كبري الدائري في حتة مقطوعة قال لها انا بس كنت بقاليم الليلة قدام الرجالة انما انا رجعت في كلامي ومش هقولك مين اللي قتل الجاستين فاتحولت عليه وربطته على كبوت العربية وشحنت له البطارية اقصد يعني كهربته برضو في المصلحة فقال لها ان اللي قتل حبيبك راجل خطير محدش يقدر يوصله واسمه فايزل وجاستين كان المحاسب بتاعه طلعت على مكر شركة فايزل قابلها رئيس السيكيوريتي قال لها اتفضلي حضرتك مكتب ميستر فايزل من هنا واخدها ونزل بيها البيزمنت وربطها في الكرسي وقال لها بت انتي عايزة ايه بالزبط من ميستر فايزل قالت له بص هو قاتل واحد كنت معجبة بيه وانا جاية انتقم وفي الشغلي فيه اموته يعني قال لها انت مصدقة نفسك ولا ايه وقال لها مش عارفة مين هو ميستر فايزل انت شاكلك كده بتمر بصدمة عاطفية حدة جدا فانا هاخد الجهاز ده وهخلي رجالتي يوصلكي بالسلامة ومشوفش وشك هنا تاني بعدها لين دي راحت للدكتور بتاعها وقالت له يا دكتور الجهاز بتاعي اتخذ مني غصب عني وعايزة واحد تاني لاني مش حبة موت ناس ابرياء كفاية علي فايزل بس رئيس السكوريتي بتاع فايزل طلع له وهو بيمارس التمارين في الروف وقال له فيه واحدة غريبة مريبة كده كانت جاية تسأل عليك قال له طالما سألت علي بالاسم يبقى قتلها ورايح دماغك ما عندناش وقت للتفاصيل او ملغمين شقة لين دي عشان اول ما تدخل البيت ينفجر وتموت بس هي طلعت قروبة وقفشت الانبيلة وفكتها وعملت في البيت كده انفجار وهمي وقامت واخدها نفسها وطلع عليهم حاولت تتصلك البرج بتاع شركة فايزل وتهبق عليه من الروف بس للأسف برضو رئيس السكوريتي قفشها واخدها على البيزمنت احد يصفي في دمها بس شوية الدم اللي فضله فاره برضو وغضبت والفولت بقى عالي وقامت ضربة ومروقاه وقالت له قولي بقى بتطلع لفايزل ازاي وقالي هنعمل أومليت دلوقتي حالا وقعد يصرخ جامد وما نعرفش بالزبط هي عملت ايه تاني مع الأومليت بس هي قطعت له قطعت له لمؤاخذة المهم انها قطعت صباعه عشان تستخدم البصمة بتاعته وتطلع لفايزل وصلت مكتب فايزل لقيته مقتول قدامها وفجأة لقيت جاستن طالع من الضلمة كده بيسقف لها قلت له بيبي هو انت ما موتش وسيبني زي السعرانة كده انتقم لموتك ده أنا حتى حضرت الدفنة بتاعتك قال لها انت صدقت ان فيه جنازة بيحضرها شخص واحد بس كل ده ترتيبي وتخطيتي قالت له طيب انت قتلت فايزل ليه قال لها عشان فاسد وما حدش يقدر يوصله إلا أنا أو انتي وانا كنت عايز حد لبسه التهمة وعيش انا حياتي قالت له يعني انت مش بتحبيني يا جاستن طيب واللي حصل بيننا ده كان ايه قال لها لأ ما بحبكيش ولا حاجة وديك مسكت المسدس والبصمات بتاعتك بقت عليه وهتلبس القضية وباي بايا فولت قالت له طيب بس كده البس بقى الأمبلة ده يا عم الخط وثابته والمكان مفجر بيه وهربت من المبنى وأنقصت نفسه وكده يخلص فيلمنا اللي اسمه جولت وهو عبارة عن حرف جي من كلمة جولت وحدة قياس الشغل في الفيزي وكلمة فولت وحدة قياس فرق الجهد أو فرق الكهرابة اللي بتحرك الالترونات في الأسلاك حزي في حرف الفي من فولت واستبديلت بحرف الجي من جول وطلع لنا اسم الفيلم جولت هذا الفيديو برعاية قهوة السعادة لكركديه والبن السادة عندهم كركديه بيهدي الأعصاب بتشربوا الطب ساكت وتقفل على نفسك الباب واللي دمها حامي ويفور لازم تلاقي شخص تحبه بس مش مغرور واللي بتتعصب وتتنرفس بسرعة جوزها ممكن يعمل لها ماسك بطيخة قرعة لما عجبكم ملخص الفيلم اكتبونا في التعليقات وخدولكوا لفة على باقي الملخصات واللي ما اشتركش في القناة يخبط سبسكرايب ويفعل جرس التنبيهات وشكرا على حبة الوقت الجميل اللي فات وصاحباتكم السلامة اشتركوا في القناة